تستخدم قرون الكاكاو هذه في إنتاج ألذي أنواع الشوكولة في العالم نحن في أمبنجا في شمال مدغشقر في مزارع مصنفة عضوية وملتزمة مبادئ التجارة العادلة هنا تنمو أفضل أنواع أشجار الكاكاو بما فيها الكريولو الذي يعطي محاصيل بمذاق مميز من دون استخدام الأسمدة الكيميائية إذ يحمي موسم الجفا في الكاكاو من التعفل وتحفظه عزلة الجزيرة من الأمراض سيرين يملك هكتارا من الأرض يخصص جزءا منه لزراعة القهوة والفانيلا أيضا لكن إنتاجه من الكاكاو هو الذي يضمن له قطأ أسرته الكاكاو أكثر ربحية من الفانيلا لأنه ينمو على مدار السنة لو لا الكاكاو لكانت الحياة صعبة للغاية في أمبنجا بعد عملية القطاف يقوم صغر المزارعين باستخراج الحبوب الطازجة ثم يبيعونها من خلال التعاونيات المحلية للشركات الكبيرة التي تتكفر بتخمير الحبوب وتشفيفها هذا الأسبوع حصل سيرين على 70 سنة من اليورو في مقابل الكلوغرام الواحد من الحبوب الخام في حين يمكن لسعر الشوكولة الفاخرة التي تصنع بهذه الحبوب أن يصل إلى 50 يورو للكلوغرام في أوروبا لا يزال البضو يستغلوننا نحن على دراية بوضعنا أيضا كذلك فإن الأسعار التي يدفعها جميع الحبوب ليست الأسعار العادلة بل يجب مضاعفتها ثلاث مرات لتساوي السعر الحقيقي يعمل غالبية سكان المنطقة لدى أصحاب المزارع الصغيرة كالسيريل أو في المزارع الكبيرة ومع أن الكاكاو العالي الجودة يوفر للسكان مستلزمات العيش غير أنه لا يتيح لهم تحقيق ثروات ترتفع قيمة الكاكاو لدى وصوله إلى أوروبا لأن المزارعين هنا يفتقرون للإمكانات اللازمة لصنع الشوكولة حتى كبار المنتجين كما في يصدرون معظم محاصيلهم بالشروط التي تمليها السوق إذ لا يفلت الكاكاو العالي الجودة من الضغوط التي تمارسها المجموعات الكبيرة في السوق الكاكاو العالمي أكثرية أنواع الشوكولة لا تصنع باستخدام كاكاو على الجودة والشركة التي تستخدم كاكاو أقل جودة هي المجموعات الكبيرة من بينها لينت وكرافت وسوشار ومارس بهدف صنع ألواح الشوكولة وغالبا ما تحاول هذه الشركة تخفض أسعار الكاكاو التي يتم تحديدها بالاستناد إلى البورصة يتم استخدام جزء صغير من إنتاج ما في محليا من قبل مصنع روبرل الشوكولة الذي يبيع متاجاته في داخل البلاد وخارجها لكن في هذا البلد الذي يعيش 90% من سكانه تحت خط الفقر لا يتمتع بمذاق الشوكولة المنتج في الجزيرة سوى قلة من أهلها ترجمة نانسي قنقر